بسم الله الرحمن الرحيم بعد ما جهزنا النموذج الخطي للحل باستخدام البيج ام مثل بهذا الشكل الخطوة اللي بعدها هي ايجاد المتغيرات الاساسية والمتغيرات غير الاساسية هنا عدد المتغيرات زي ما قلنا قبل كده هما ست متغيرات عدد المتغيرات الاساسية هيكون هو نفسه عدد القيود يعني 3 متغيرات اساسية عدد المتغيرات غير الاساسية هيكون ايضا 3 متغيرات غير اساسية المتغيرات الاساسية وده الهدف في الحقيقة من كل اللي احنا عملناه في البيج ام مثل المتغيرات الاساسية هتكون عند القيود اللي كان على صورة اقل من او يساوي هتكون اس واحد عند القيود اللي كان على صورة معدلة هستخدم المتغير الوهمي اس اتنين داش عند القيود اللي كان على صورة اكبر او يساوي ايضا هستخدم المتغير الوهمي اس اربعة داش هذه هي المتغيرات الأساسية الباقي حيكون متغيرات غير أساسية اللي هي X1 X2 S3 متغيرات أساسية أي أن قيمتها تساوي 0 متغيرات غير أساسية أقدر أوجدها بالتعويض في هذه المعادلات عن X1 تساوي 0 أحصل على S1 تساوي 5 S2 داش أيضا بنفس الطريقة 12 S4 داش تساوي 18 إذن هذه هي المتغيرات الأساسية إذن الخطوة اللي بعدها هيكون تفريغ هذه المعادلات في جدول الحل الأول جدول الحل الأولي هيكون بهذا الشكل المتغيرات الأساسية دلة الهدف ثم الطرف الأيمن من دلة الهدف والطرف الأيمن من القيود السلسل الخطوة اللي بعدها هي اختيار متغير داخل واختيار متغير خارج متغير الداخل زي ما قلنا قبل كده اختيار بيكون إما باختيار معامل أكثر سالبية في حالة دلة الهدف تعظيم أو الأكثر قيمة موجبة في حالة دلة الهدف تدنية وفي مثالنا دلة الهدف تدنية إذن لابد من اختيار المتغير الداخل الذي قيمته أو معامله أكبر قيمة موجبة طبعا هنا احنا اتفقنا من البداية أن M قيمة كبيرة إذن 4M هتكون أكبر من 3M القيمة اللي موجودة بجوار الـ M لا تؤثر فيها المعامل أقدر أقارن ما بين المعاملات عن طريق معامل M يعني 4M هتكون أكبر من 3M إذن X2 هو المتغير الداخل إذن هذا هو العمود المحوري إيجاد أو تحديد المتغير الخارج عن طريق النسبة الأقل نسبة 12 على 2 فالنسبة هنا 6 18 على 2 النسبة 9 وزي ما قلنا قبل كده النسبة الأولى لا تحسب لأن هنا سلب لأن هنا عفوا سفر إذن الأقل نسبة هي S2 شرطة إذن هذا هو المتغير الخارج إذن الخطوة اللي بعدها هو وضع X2 بديل S2 داش والقسمة على الخلية المحورية اللي هي 2 فأقسم الكل على 2 الصف المحوري بالكامل أقسمه على 2 ثم أضرب الصف المحوري في هذه القيمة بعكس إشارتها يعني سالب 4M زائد 5 واجمع على هذا الصف ثم خلاص الصف الثاني سيكون زي ما هو لأنه هو أصلا القيمة هنا 0 ثم أضرب الصف المحوري الجديد في سالب 2 واجمع على الصف الجديد نحصل على هذا الجدول السؤال اللي بنسأله دايما كل مرة هل هذا الحل أو هذا الجدول يمثل الحل الأمثل؟ الإجابة هنا لا دايما أقدر أحدد عن طريق المعاملات إذا وجدت متغير داخل هذا يعني أن هذا الحل يمكن تحسينه وأن الحل الموجود أمامنا ليس هو الحل الأمثل إذن X1 هيكون متغير داخل لأنه هو المعامل الموجب الوحيد باقي المعاملات إما صفر أو سالب إذن X1 هيكون هو المتغير الداخل نحسب النسبة عند القيم الموجبة النسبة هنا هتكون النسبة هنا هتكون 5 على 1 ب5 النسبة الثانية لا تحسب 6 على 3 فالنسبة 2 فالأقل طبعا هي الـ 2 فالمتغير الخارج هيكون هو S4 داش إذن ضع X1 مكان S4 داش اقسم على 3 ثلاثة واقسم هنا على 3 وهنا على 3 وهنا على 3 وهكذا ثم أضرب الصف الجديد المحور الجديد أضربه في سالب 3 MHz 2 وأجمع على الصف الأول ثم أضرب الصف المحور الجديد في سالب 1 وأجمع على الصف الثاني نحصل على جدول بهذا الشكل طبعا إذا نظرنا في معاملات Y نجدها جميعا إما سفر أو سالب إذن لا يوجد متغير داخل إذن هذا الحل هو الحل الأمثل هذا الحل هو الحل الأمثل قيمة X1 فيه تساوي 2 قيمة X2 تساوي 6 قيمة S1 تساوي 3 وباقي المتغيرات هي متغيرات غير أساسية أي أن قيمتها تساوي 0 وهنا Y قيمة دلة الهدف عند هذا الحل 34